اشتركوا في القناة وكأنها في انحصار خصوصا أن باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة التي وقفت إدارتها السابقة في طريق تطبيق كيوتو اعترف بمسؤولية بلاده الجزئية كدولة صناعية كبرى عن تعاظم ظاهرة الاحتباس الحراري لسنوات طويلة كان الإدراك لخطر التغيير المناخي من قبل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة بطيئا جدا ولكن اليوم يبدأ عهد جديد وأنا فخور بإعلان أن بلادي استطاعت خفض انبعاث الكربون وروجت للطاقة النظيفة خلال الأشهر الماضية كما لم تفعل في تاريخها من قبل قبل وعلى الرغم من الالتزام الذي أبداه أوباما تجاه خفض انبعاث الغازات الناجمة عن التصنيع لم يخفي المصاعب والعقبات التي تنتظر المفاوضات داعيا الدول المتقدمة والنامية إلى القيام بواجباتها لتوصل إلى اتفاقية عادلة تراعي مصالح الجميع أما رئيس الصيني هيوجينتاو الذي تتصدر بلاده قائمة الدول أكثر تسببا في انبعاث الغازات الدفيئة وعرضت لسنوات تحديد نسب تلك الانبعاثات فقد حمل مفاجأة يقول المراقبون إنها ستشجع دولا كثيرة على حذو خطى الصين الصين تنفذ برنامجا وطنيا للتغير المناخي وهو يلزم بالحد من المواد الملوثة والانبعاثات الغازية وزيادة مساحات الغابات وعليه نحن ملتزمون بخفض انبعاثات الثاني أكسيد الكربون لكل وحدة انتاجية بنسبة ملحوظة في العام 2020 مقارنة بالعام 2005 وسنبدل جهدا لتطوير مصمصر الطاقة البديلة الرئيس الصيني ذكر بضرورة أن تقوم الدول المتقدمة بواجباتها تجاه الدول النامية وتأمين التمويل والتكنولوجيا لها لمواجهة تحدي التغير المناخي مؤكدا أن التوافق والدعم السياسيين يشكلان الأساس لأي اتفاقية مناخية مقبلة أما صاحب الدعوة فبدت لهجته الأكثر حدة إذ حذر من الفشل خصوصا أن المفاوضات تسير ببطء شديد مؤكدا أن لا عذر أخلاقيا أو سياسيا لعدم التوصل إلى اتفاق منصف وينقذ الإنسانية إذا كانت الحروب والنزاعات تهدد بعض الدول أو حتى القرات فإن التغير المناخي يهدد الكوكب بأثره من هنا انطلق الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته إلى قمة التغير المناخي هذه القمة لن تخرج بقرارات ربما ولكن يعول عليها على الأقل لإيجاد أرضية مشتركة لمفاوضات كوبنهاجن والأهم الدعم السياسي اللازم لأي اتفاقية مقبلة من مقر الأمم المتحدة وفا إجباع بي بي سي نيويورك موسيقى